اهلا بكم من جديد في مصر طول الوقت شخصيات بتبقى يعني حراس حراس على وعيها وحراس على تاريخها وحراس على زوقها هم بيمثلوا القلب في القوى النعمة من بين دول الحقيقة يعني إزاعي قدير وإعلامي لبصمته في تاريخ الإزاع المصري حضراتكم الناس المدمينة راديو يعني زي حالتنا كده فيعرفوا جيدا هذا الاسم الذي له وقع ورنين يتشابه كثيرا مع وقع ورنين صوته الإزاعي الكبير عبد الرحمن الرشاد أهلا بك فان أهلا دكتور وأنا أحييك على الحقيقة على المقدمة الجميلة وأشكرك لكن دعني في البداية يعني أحييك على أنك الحقيقة استطعت أن تعبر الجسر بين الأكاديمي والإعلامي الممارس الحمد لله لأنه أنا دايما بقول أنه الأكاديميون في مصر الحقيقة عندما يتحولون إلى رجال اتصال أو إعلاميين بيفقدوا البصلة بدأوا ممتي لو لكن فالحقيقة ودي على فكرة في مصر ليست في الأكاديميين الإعلاميين التكنقراط في مصر أزمة منذ بدأوا يتقلدون لمناصب الحكومة صحيح تعارف يعني معايا صحيح ويتحول إلى منفذ لصاحب القرار لا أنا أقول لحضرتك يعني أعتذر أن أنا أخذ من وقت حضرتك طبعا لا بالعكس بس أنا في المدرج مرة الطلبة فأنا بقول لهم أن الإعلام سلعة اللي بيجي تسويقها للجمهور بينجح بالضبط فأنا في طالب من الطلبة قال لي لا أنت كده الإعلام رسالة قلت له أيوم هو رسالة وسلعة فقال لي لا الإعلام رسالة قلت له طيب أنا ميبقى شكل إيه لوقتي لما أقول لك في المدرج أنه هو رسالة بس وتطلع برة تليه سلعة فأنا لازم أقول لك أنه هو رسالة وسلعة طب ما نمسك العصية من المنتصف ونقول منتج إعلامي حلو والمنتج مضمونه رسالة بالزرق ومضمونه قد يحمل مضمون ربحي يعني ما هو لأنه أنا دائما نقول أنه الإعلام لا يمول من أموال الزكاة لا طبعا يعني فيه طيب خلينا ندخل على نقطة مهمة جدا أنا كنت بقول لسادة المشاهدين قبل ما نتقب حضرتك أنه الإعلام جزء من حياة الناس بالضبط فلما بنناقش قضياء في الإعلام مش بنناقش قضياء في قوي بنناقش قضية اجتماعية عامة طبعا بهذا التاريخ الطويل من العمل الإعلامي حضرتك لما بتشوف الاتهامات التي تتواجه الآن للإعلام المصري بأنه لا مش كف لتوصيل المعركة الأساسية لمصر بتخوضها سواء معركة البقاء بمواجهتها للإرهاب أو البناء بالمشروعات شوف الاتهامات دي دقيقة لأنهي درجة لا لا يعني فيها كثير من المغالاة يعني في بعض الإعلام وكثير من الإعلام يعني في بعض الإعلام طبعا لا يمكن الإنكار أنه إعلام لا يساير أهداف ومخططات واستراتيجيات الدولة المصرية وده يعني إحنا دعنا يعني نقسمه قسمين إما إعلام خارجي وضد الدولة المصرية وإعلام ممول من دول ضد الدولة المصرية وضد وجود الدولة المصرية منذ 30 يونيو وضد الرئيس عفتاح السيسي والنظام الذي بدأنا في بنائه من 30 يونيو وإنت عارف طبعا وده إعلام يعني إحنا على المستوى الشخصي بنقاومه وإنت واحد من الناس اللي اشتركت وسميت وإنت نحت كلمة في قموس الإعلام الأجراء ده إعلام الأجراء حلقات اللي عملناها ده إعلام الأجراء وإعلام الأجراء أنا شايف أنه غير مؤثر في الشرع المصري يعني إعلام الناس بتتفرج عليه من منطق أنت عارف أن أحد وظائف الإعلام التسلية بعض الناس بيشوفوه تسلية أو من باب الفضول أحيانا أو من باب الفضول يعني شوف الناس دي بتقول إيه نأتي إلى الإعلام الموجودة على الأرض المصرية لا الإعلام الموجودة على الأرض المصرية إعلام فيه كثير من الوعي بالقضايا المصرية وإعلام بيواكب تطلعات الدولة المصرية وستراتيجيات الدولة المصرية سواء الإعلام المرئي أو المقروء أو المسموع والانتقادات التي توجه إلى الإعلام المصري التقليدي في معظمها انتقادات شخصية يعني أنا الدكتور محمد الباز في 90 دقيقة يعني أنا مش حبه أو أنا مثلا عبد الرحمن رشاد في برنامجه ومش عجبني طريقة كلامه لغته فدي مسألة شخصية وشخصنة الإعلام هنا وبعدين جنرالات المقاهي والنخبة اللي عصروا على نفسهم لمونة وانتقادات ورحوا انتخبوا مرسي ويتكلموا عن نقد لأنه النقد للإعلام التقليدي المفروض هذا النقد لا يوجه للإعلام التقليدي وإنما هناك إعلام ناشئ وخطير للغاية ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم كله اللي هو التوصل الاجتماعي للإعلام الجديد الإعلام الإلكتروني الإعلام الجديد إعلام الوسائط الاجتماعية هذا الإعلام إعلام منفلت وإعلام بلا استراتيجية وإعلام مليء بالأكاذيب وبالتالي الرد على هذا الإعلام ليس من الإعلام التقليدي وإنما كما هم لهم بيوش إلكترونية تسعى إلى نشر هذا الإعلام لابد من مواجهته أيضا بجيوش إلكترونية بنفس سلاحه بنفس سلاحه وإذا كان الشباب الآن بيقرأ هذا الإعلام بيشاهد هذا الإعلام لابد أنه وإحنا لدينا الكثير من الشباب في مصر شباب منتمع للدولة المصرية ومنتمع للشعب المصري يستطيع أن يتعامل مع هذا الإعلام ولكن المطلوب أنا المطلوب تنظيم المطلوب تنظيم هذا الشباب المطلوب خلق جيل من الشباب ومساعدته على الرد على هذا بتدريبه بتوعيته بتوعيته بالمضامين يعني أنت لازم كما لديك إعلام تقليدي يجب أن يكون لديك إعلام سوشيال ميديا إعلام قوي وأعلام يخاطب الشباب خاصة أن أنت عندك ستين مليون شاب ستين مليون شاب في تعداد سكان مصر وإنت تملك تملك ثروة من الشباب تستطيع أن ترد ولكن هذا الشباب لابد له من تنظيم نرد على هذا أنا شايف أنه لا الإعلام التقليدي يقوم بدوره والدليل يا أستاذ محمد أنه عندما يحدث خطأ في الإعلام التقليدي إعلام الدولة الإعلام الرسمي أو الإعلام الخاص أو الإعلام المستقل الناس بتنتفض والانتقادات يعني ده المذيع أخطأ في القناة الفلانية ده النشر فيه لا الإعلام التقليدي موجود بعكس الأخطاء اللي بتحصل في الإعلام الجديد كتير جدا لا كتير لا تلفت انتباه حد لا ولا يعني وحنا تصدق يعني أخطاء تصدق إحنا في الإعلام التقليدي لا إحنا لدينا مجموعة من البرامج في الإعلام التقليدي لا شك وقفة على قدميها بشكله فيه ناس مهنيين طبعا فيه ناس مش مهنيين ما نقدرش نقول إنه كلنا على نفس القدر من الكفاءة المهنية لا فيه ناس ليسوا مهنيين لكن نسبة الإعلام الصامد الواقف على قدميه الذي يستطيع أن يقدم الدولة المصرية للشعب المصري بكفاءة موجودة طيب أنا هاخد حضرتك للساحة الواسعة الرحبة بالنسبة لحضرتك وهي الإزاعة مش هتكلم عن فترة رئاسة حضرتك لسوت العرب الأول البرنامج العام وبعدين نائب رئيس الإزاعة ثم سوت العرب ولكن اللحظة التي توليت فيها رئاسة الإزاعة المصرية وكانت فيه 30 يونيو قبل 30 يونيو الحقيقة إحنا أنا أنت تقريبا ما كنتش بتتولى رئاستها قد ما كنت بتعمل عملية إنقاص للإزاعة المصرية نعم أنا الحقيقة بفتخر بهذه اللحظات وبفخر بمجموعة العمل اللي اشتغلت معايا لأنه إحنا الحقيقة أنت تعلم خلال عام 2012 مبنى الإزاعة والتلفزيون كان قد لغم أنا بسميه دايما لغم بخلايا من الإخوان الإرهابيين إعلاميين عينوا يعني كنا نحن وقفين التعيين ولكنهم عينوا بعض المتعاطفين اللي كانوا يسعون إلى تحقيق أنت عارف الإعلام في سباق الإعلام أنت يعني عايز تاخد مكاني وانت فاء النظام اللي كان في 2012 عمل مجموعات داخل مبنى الإزاعة والتلفزيون هذه المجموعات كانت عندها الاستعداد أنه تتصدى للمؤيدين لثورة الشعب المصر في 30 دونيو فكان أمامنا مهمة أن احنا أولا نحافظ على هذا الكيان نحافظ عليه نحافظ على الاستوديوهات نحافظ على العاملين نحافظ على المد اللي احنا والقوة اللي احنا اكتسبناها من الشارع المصري في ذلك الوقت السائر على الله فتسلمنا استوديوهات الهواء كان معايا مجموعة الحقيقة من الزملاء الأعزاء اللي كانوا واعين لللحظة التاريخية وكانوا يعني من أبناء الشعب المصري وكانوا فهمين وعارفين مين العناصر اللي ضد توجهات الشعب المصري طبعا كان على رأس هذه العناصر مثلا الوزير اللي كان موجود وقتها اه ده الصلاح المقصوب اه وده طرد ده طرد هناك عناصر للأسف الشديد وانت ممكن تكلمت عنهم قبل ما اطلع معاك على الهواء العناصر اللي بتمسك دايما العصى من المنتصف اه اه يعني كان فيه خلاي نايمة اه وما زالك فيه خلاي نايمة وما زالك فيه خلاي نايمة اه حتى الآن يعني لا تزال هناك خلاي اخوانية نايمة هما في مرحب داخل الإزاع المصري داخل الإزاع وداخل التلفزيون وما زالوا في حالة سكون لكنهم مواطنون مصريون هنعمل لهم ايه ما هو هو بيؤدي عمله سواء بيؤدي وهو راضي او غير راضي انت لا تستطيع ان تفتش في ضمائر الناس صحيح ولكن ماذا دول فندن ملهمش هاي تأثير ملهمش تأثير لا ملهمش تأثير هو التأثير تأثيرات اخرى انت بعد كده اعتقد انك هتسألني طب ليه ليه انتو يعني المستوى المنتج انا كنت جاهل لحضرتك في الإزاعة تحديدا اه يعني احنا هنا فتحنا ملف مرة اه عن دور دور إزاعة القرآن الكريم في تجديد الخطاب الدين لان انا قلت انه إزاعة القرآن الكريم اهم من المنابر اللي في المساجد لانه هي 24 ساعة طبعا شغال يعني المنابر دي بيبقى يوم الجمعة وفيه درس وخلاص لكن انت قدام منبر ده إزاعة القرآن الكريم والحقيقة انا مفهمش الأوضاع يعني انا مفهمش دخلنا هو قدم ليك الموضوع على انه مسألة نقل مزعين اه لا 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 من الشبكة اه الى اماكن اخرى طب اين حصل يا فندي من وجهة نظر لا هو دعني اعود بك للوراء لقصة انشاء إزاعة القرآن الكريم لان هي المسألة ليست ازمة مزعين وانما ازمة فلسفة انشاء إزاعة القرآن الكريم يعني لما سنة 1964 الرئيس عبد الناصر اصدر امره للدكتور محمد عبدالقادر حاتم وهو رجل من مؤسس الاعلام المصري وقال عايزين نعمل ازاعة القرآن الكريم ليه كان وراء هذا فلسفة سنة 1964 لعلك تعلم انه هذا العام كان عام الحركة الثانية من حركات الاخوان الارهابية ضد نظام الرئيس عبد الناصر اه دي تنظيم سيد اوتب سيد اوتب تمام وبالتالي الدائرة الاسلامية في السياسة الخارجية المصرية اه الدائرة الاسلامية كانت في يعني في في توجهات الرجل وفي توجهات العالم المصري تمام فقلنا نعمل ازاعة قرآن الكريم بفلسفة ايه بفلسفة تعليم القرآن الكريم لانه الناس كلها بتقولك انه القرآن الكريم نزل في السعودية ليقرأ في مصر اه وقرأ في مصر نعم نحن نملك ثروة هائلة من القراء المجيدين المؤثرين في العالم الاسلامي وبالتالي الاستفادة من هؤلاء القراء في اذاعة مصرية تنشر وتعلم الدين الوسطي تعاليم الاسلام وترد على ما كان يأموك به الشرع المصري في ذلك الوقت من اشاعات تخدم التيار المعادي للنظام نظام عبد النصر اه ومن هنا كان انشاء الاذاعة سبعين في المائة قرآن كريم قرآن كريم مرتل ومجود وثلاثين في المائة برامج تتناول فقه الواقع العبادات السير الاحاديث النبوية وهذا التوازن في الاذاعة الرسالة الوسطية بالتعاون مع الازهر بالتعاون مع الازهر وكان على رأس الازهر في ذلك الوقت يا دكتور محمد اساتذة على مستوى عال من العلمية وكان الهدف من انشاء الاذاعة هدف تعليمي تعليمي وليس وصايا على الدين الاسلام لان فيما بعد ستتحول هذه الاذاعة بعد عام واحد وسبعين من اذاعة للقرآن الكريم من اذاعة لنشر المفاهيم الصحيحة للإسلام من اذاعة لنشر الدين الوسطي من اذاعة للتأثير في العالم الاسلامي الى اذاعة يستولي عليها تيار مختلف تماما عما انشاءه ده طيار إخوان اه طبعا انت فتحت من واحد ده كان امت فنن بدءا من شوف بدءا من الافراغ عن تيار عامد الكاليف في 14 وسبعين 75 اه بدءا من الافراغ افراج عن الاخوان عن الاخوان بدأت فاستولى الاخوان او طيار الاخوان على اذاعة قرآن الكريم اه من 75 بدأوا يدخلونا اذاعة القرآن الكريم بدأنا مثلا في اذاعة القرآن الكريم انت تعلم من هو سيد سابق طبعا بدأ يسجل احاديث اذا مفت الدم مفت الدم بدأوا يقولون مثلا عن سيد قطب الشهيد سيد قطب تخيل في اذاعة القرآن الكريم اه وبدأ العائدون من الصحراء الذين ذهبوا الى الصحراء وانت تعلم انا اعلم اه اخوان مورا كانوا في حماية اه بدأوا يعودون وبدأ قموس اذاعة القرآن الكريم تغير من القموس من تعليم الدين اه الى خدمة اتجاه الى خدمة اتجاه والى الوصاية على الناس وبدأ حتى المذيع يتحول من مذيع مذيع المذيع رجل اتصال يقدم بدأ يتحول الى مذيع داعية الى مذيع طب وده فضل فاندم فضل لغاية ما اكتشف في واحده تمانين المأساة انه مع اقتل الرئيس السادات كان التيار الديني توغل توغل بس مش في زاعة القرآن الكريم ده توغل في زاعة اخرى يعني المساحة الزمنية المخصصة للبرامج الدينية زادت في الازاعة المصرية زادت بدأ التأثير يبقى قوي وبدأوا يعني يحتلوا اماكن ويتحدثوا بعلانية عن ليه كان في زاعة القرآن الكريم يبقى انشاءها كان في توازن بين الفكر القومي حتى الممثل في نظام عبد الناصر كان في توازن بين الفكر القومي والفكر الإسلامي وكان الفكر الإسلامي منصر إليه على أنه مكون مكونات الثقافة المصرية صحيح لا هما قالك لا الدين يقود وبقى تحول بقولك الدور التعليمي والدور الإعلامي إلى دور مصرية دور دعوة مباشرة لخدمة الدماعة دي أو التنظيم ده لخدمة هو طبعا لم يكن في ذلك الوقت التنظيم بهذه الشراسة لكن بدأوا يتوغلون لدرجة أنه كنت تلاقي مذيعين مثلا مرتبطين بجماعات ومرتبطين بتنظيمات دينية مذيعين داخل إذاعة القرآن الكريم والقاموس اختلف حتى قاموس الأحاديث يعني أنت كنت في الستينيات يتحدد في القرآن الكريم شيوخ على درجة عالية من العلمية وتطوير الأزهر وعندك مثلا كان هناك شيخ للأزهر عظيم اسمه الشيخ محمود شلتوت طبعا ما من التقريب التقريب بين المذاهب الإسلام عقيدة وشريعة بدأت تستمع إلى دعاء في إذاعة القرآن الكريم أو مشايخ في القرآن الكريم قاموسهم مختلف تماما عما بدأت به الإذاعة وبدأوا كمان المشكلة أنه أنت البديهيات اللي بدأت بها إذاعة القرآن الكريم من حيث اعتزازك بالتجويد المصري وبالترتيل المصري وبالأذان المصري بدأت يعني تتأثر بتيارات وافدة في التجويد وفي الترتيل طب السنة فاندم من يونيو 2012 ليونيو 2013 اللي هو الفترة اللي عادها الإخوان احنا كنا بنتفسع من اللي بنسمعها فإذاعة القرآن الكريم لأنها تحولت إلى إذاعة إلى بوق لي جماعة القرآن شكل مباشر لدرجة أنه من أهمية هذه الإذاعة كان صلاح عبد المقصود هذا يجبلوهم وزراء من جبلوهم حدث مباسم عودة أو وانا تسألت هو بسم عودة وزراء تموني يطلع عليه بإذاعة القرآن الكريم فقالوا لشعبية إذاعة القرآن الكريم لاهتمامهم الشديد بإذاعة إذاعة 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 تحولت إلى إيدولوجيا ممبر ممبر إخواني كامل وقموسهم وقموسهم ويعني قموس الإخوان المسلمين والقموس انت عارف كل إذاعة لها لغة لها لغة لا بقى قموس طب ظلال ظلال السنة دي يا فنديم لسه موجود بنسبة قد إيه في الإذاعة الآن شوف عندما يعني لما لما أنا شرفت برئاس الإذاعة الحقيقة عملت لقاء مع الإخوة في إذاعة القرآن الكريم وقلت لهم إنه إذاعة القرآن الكريم إذاعة للدعوة الإسلامية الوسطية وإنه إذاعة القرآن الكريم 70% لاوة وأنا هرجع بإذاعة القرآن الكريم للأسس الأولى للأسس الأباء الأوائل والتعاون مع الأزهر والتعاون مع وزارة الأوقاف وإنه أي زميل له ميول سياسية في تأييد هذه الجماعة الإرهابية لا وجود له أمام المايكروفون وفعلا تم عزل ثمانية ومنهم أحدهم الآن في السجن يعني يعني تعزل ثمانية من مزيع القرآن الكريم إذاعة القرآن الكريم بعد 30 يونيو تم عزلهم وفي واحد إبعادهم عن المايكروفون منهم واحد في السجن الآن طبعا لكن لم ينتهوا للأسف الشديد هم عندهم التقية دي جميلة آه التقية بالزبط يعني أحدهم مثلا يعلن ما لا يخفي أحدهم كان يسير في الطرقات ليقول اللهم فوق أسر محمد مرسي ومازال في إذاعة القرآن الكريم هو وقاموسه كما هو عندما تولى الأخ حسن سليمان إذاعة القرآن الكريم كنت أنا سبت الإذاعة فالتقين هو دكتور حسن الآن تقريبا يعني طالع معاش آه التقيت بيقولت له حسن بس بيجمعه توقعات داخل الإذاعة عشان يمددله في الهيئة بقى أنت يعني هيجلكوا آه إحنا ما ما عندناش فكرة عن مسألة دي يعني لا هيجلكوا آه يعني الآن آه في توقعات هو الدكتور حسن سليمان آه بيجمعه توقعات داخل الإذاعة عشان يمددله بعد المعاش من اللي بيجمع هو اللي بيجمع ولا لا يعني مقربين منه آه أنا معرفش لكن لكن هو هو الحقيقة آه لما لو فرضنا فانتم إنه جالكو ده في الهيئة الوطنية للإعلام آه تقبلوه والله يتم مناقشته تم يتم مناقشته لكن اللي عايز أقولك يا دكتور إنه اللي حصل إيه آه قلت له أنا أنا مش عايز آه آه الإذاعة لازم يتغير قموسها وإنت تشوف الفريق العمل المعاون لك وعايز أنا أعود إلى فقه الواقع آه تقول له أنا عايز برنامج يناقش فقه الواقع نحن الآن لدينا مشكلات في مصر مشكلات عديدة أول مشكلة تثبيت دعائم الدولة الدولة الوطنية التي لا تتعارض يا دكتور مع الفكر الإسلامي الرسول كان يهتم ببناء الدولة الوطنية قموس الإذاعة يجب أن يتغير لازم نهتم بفقه الواقع نحن نواجه موجات إرهابية زاعة القرآن الكريم لها دور في زي ما قلت أنت تجديد الخطاب الإسلامي عايزين نعمل تجديد للعقل الإسلامي عايزين نتعاون مع الأزهر ومع وزارة الأوقاف تجديد المتحدثين وحضرتك التعبير اللي استخدمته أنه تجديد العقل الإسلامي اللي هو مراد في لي تجديد الفكر بالضبط لأننا محتاجين تجديد الفكر قبل تجديد الخطاب يجب أنه نتخلص في الخطاب الديني من القاموس القديم ويجب أن نتخلص من المزيعين اللي غير يعني مواكبين لنا يجب أنه قاموسهم يتجدد وإنه يعني يعد برامج طب هو نفذه كم من مما طلبت هو الحقيقة اجتهد وممكن أنت بتلاحظه هو اجتهد في مسألة أنه قدم برامج سريعة زي دقيقة فقرية لكن قال لي قال لي أنا طب أنا أنا محتاج مزيعين جدد قال لي أنا محتاج مزيعين جدد قلت له دي ليست مشكلتك مشكلة لإيه الإزاع كلها مشكلة الإزاع كلها لكن الحقيقة هو هو حاول أن يجتهد لكن الأزمة يا دكتور ببساطة شديدة أنه أنت عندما تريد تجديد العقل لابد من وصل العقل بشرايين جديدة صحيح لازم أبنائنا خريجي كليات الأعلام يجب أن نستفيد بيهم ويجب أن تضخ دماء جديدة مش في إزاعة القرآن الكريم بس وإنما في كل القطاعات في مبنى ما سبيرو إحنا من 2009 لم يلتحق بنا مزيعين جدد باستثناء اللي عينهم صلاح عبد المقصول أي يعني هدخلين ودي ودول ما خرجوش لا ما خرجوش بعضهم بعضهم يعني مثلا راح الإعلام المضاد اللي في تركيا أنا من ضمنهم واحد أنا فصلته أثناء خدمتي في الإزاعة اللي اسمه معتز معتز مات ده كان ده كان في الشباب الرياضة كان متعين كان متعين بعض البرضو مزيعين في الشباب الرياضة حلناهم إلى كتابة البرامج ولا يخرجون على المايكروفون وتراقب البرامج بشكل جيد لكن في المجمل في المجمل يعني يعني إزاعة القرآن الكريم عشان تعود إلى رسالتها الأولى اللي لازم يعني يا دكتور محمد يتم عمل مجموعة عمل مجموعة عمل من الإعلاميين ومن الأزهر ومن المعنيين المعنيين بتجديد الخطاب الإسلامي وتجديد الفكر الإسلامي وتجديد العقل الإسلامي لتغيير قموس الإزاعة لتغيير الشبكة البرامجية للإزاعة ولمواكبة الحاضر بفقه الواقع اللي احنا بتكلم عنه ده ضعية لازم يعني ما يبقاش مثلا إزاعة القرآن الكريم فيه في الشارع المصر حوادث إرهابية وإزاعة القرآن الكريم ما لهاش علاقة ما لهاش علاقة آه يعني هنا المسألة مسألة مسألة حس إعلامي مسألة انتماء وطني يا فن ما هو حس وطني وانتماء وطني آه 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 تمام آه يعني يعني المسألة آه الحاجة الثانية إنه لغة لغة إزاعة القرآن الكريم يجب أن تقترب من الشارع المصري وده مهم وده برضو مشكلة بتواجه يا دكتور محمد آه الناس اللي بيخطبوا على المنابر آه الاتصال مباشر ده الاتصال مباشر ده برضو القموس قموس غريب وقموس آه غير حديث آه و و و يعني عايز أقولك إنه أحيانا أنت بتنفر ننسى معهم صحيح لأن قموس هم آه مالوش علاقة بالواقع مالوش علاقة بالواقع طب لو رسمنا فندم آه هنا هنا نحن تحدثنا مع الإعلامي آه من واقع التجربة العملية العملية يعني لو حطينا نظر نظرت بقى المسؤول اللي هو موجود في الهيئة الوطنية للإعلام المسؤولة عن تنظيم آه هذا الإعلام سواء القنوات التلفزيونية الرسمية أو الإزعاد لأنه هو ده اللي في نطاق آه اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الوطنية للإعلام آه من خلال الرصد بقى الرسمي أنت شايف الإعلام الرسمي في الدولة إيه أهم مشاكله لا ده سؤال آه ده سؤال أو أولا هو نفسه المشكلة لا 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 آه شوف دكتور محمد الإعلام زي ما أنت قلت الإعلام ليس آه طرفا الإعلام آه ضرورة مجتمعية وضرورة سياسية آه والإعلام آه جزء من مشروع دولة آه جزء من مشروع دولة يعني إحنا وإنت بتهتم زي بالمنهج التاريخي إحنا لما بدأنا نعمل إعلام مصري واسمح لي أرجع لعام 34 ده كان مشروع دولة بداية الإزع آه شوف بداية الإزع رسمي الرسمي كان في إزاعات إعلية وقتها آه إحنا لم نتخلف كثيرا يعني البي بي سي هذه الإزاعة اللي دايما بتهاجمنا ويعني يعني كأن بيننا وبينها تار تار تاريخي البي بي سي في يناير في يناير 27 إحنا في 34 ما تأخرناش يعني لم نتأخر ولكن أسسنا على أسس سواء أسس اقتصادية أو أسس تكنولوجية أو أسس مهنية سليمة مئة بالمئة شركة ماركوني تتولى التكنولوجي وتتولى الإدارة المثقفون المصريون الكبار وقتها هم لجنة البرامج علي إبراهيم باشا وهو رجل عميد الأصل عيني ورجل من النخبة المصرية ورجل شاعر وواصل من أوصياء المتحف الإسلامي وله في الفن التشكيلي حافظ عفيفي باشا الطبيب رئيس البعثة الدبلوماسية في لندن رئيس الدوان الملكي رئيس بنك مصر الثالث رفعة باشا أو اسمه حسن فهم رفعة باشا وكيل وزارة الداخلي يعني شوف ثم اختيار رجل للإدارة الخسم العربي سعيد لطفي باشا المتعلم في أوكسفورد شقيق أحمد لطفي السيد باشا صاحب صيحة مصر للمصريين المترجم واسس للجامعة المترجم لأفلاطون المدافع عن طه حسين يعني شوف وسعيد لطفي باشا له في الإدارة ثم حتى الموسيقى أسسناها بشكل علمي نجيبنا متحة عاصم متحة عاصم واجه مشكلة الموسيقى المصرية أين الموسيقى المصرية؟ الموسيقى المصرية ليست كالموسيقى الهندية وليست كالموسيقى التركية الموسيقى المصرية هي موسيقى الأندلس وموسيقى الموسيقى العربية وموسيقى الموسيقى الشعبية وموسيقى المتصوفة وموسيقى التراتيم طبرة مصر في كل حاجة طبرة مصر هي لما في التنوى وموسيقى ثوري التسعتاشر سيد درويش وخلفاء زكريا أحمد ومحمد عبدالوهاب وكان الرجل وعيا بهذا كله شوف التأسيس للإزاعة ثم اختبار على أعلى درجة دخل فيه ألفين ألفين عشان يخرج منهم ثلاثة ألفين دول المزعين؟ ألفين متقدمين للمزعين وخذوا ثلاثة أحمد سالم القادم من واحدة من أرقى الجامعات الإنجليزية اللي بقى نجم بعد كده سينمائي ومخرج كان كبير المزعين ومحمد فتحي خريج أداب ده كروان الإزاعة ده كروان الإزاعة وقتها وأيضا كان أحمد كمال سرور دول من ألفين واحد خدوا ثلاثة دول من ألفين واحد خدوا ثلاثة شوف لك أن تتخيل شوف الدقة والإزاعة أنا هذا الكتاب اللي حهديل لسيادتك فيه ميزانية الإزاعة في ذلك الوقت وكيف كانت تحقق أرباحا أنت عملتوا ألفين واربعة ألفين واربعة وكيف كانت الإزاعة تسير ببرنامج يومي بدأ بتلاوة الشيخ محمد رفعت وكان أخذ كام في العقد ثلاثة جنيهات والأنسة أم كلسون خدت خمسة وعشرين جنيه وتحيي حفلتين ومحمد عبد الوهاب يغني في الإسر هروح بقى للكلام المهم أي وسيلة إعلامية تخرج من رحم وسيلة إعلامية أخرى إحنا خرجنا من رحم الصحافة شئنا أم أبينا صحيح الإزاعة المصرية من الذي كان يتحدث بها شوف المتحدثين بقى تحدثين على رأسهم طه حسين وعباس محمود العقاد وفكري أبازة وعلي الجارب والأنسة سوهيري القلماوي والأنسة مي والشيخ عبد العزيز البشر والأستاذ إحسان عبد القدوس كتب قال إنه فكري أبازة أحسن متحدث في الإزاعة المصرية أوه أحسان كمان حصلت له مشكلة في الإزاعة خد كام بقى كان بعمل برنامج وكان يقول لك صباحه على تصباحه على حب فقفله شفت خد كام فكري أبازة عشان أحسن متحدث خد أحسن متحدث ثلاث مليهات من الإزاعة المصرية وهنا عقد مع الأستاذ العقد ويتحفظ على أحد الشروط حديث الأربعاء اللي طبع بعد كده كتاب بتاع طاحسين طاحسين كان حديث في الإزاعة الإزاعة المصرية كانت تتغزى على الثقافة المصرية النقطة الثانية إنه الإزاعة المصرية كان لديها فريق إعداد وهنا مشكلة انت سألتني عن مشكلة المحتوى الآن المحتوى الإعداد يا دكتور محمد إحنا في مسبيره لدينا مشكلة في الإعداد لأن المنتج بيبدأ بالإعداد وإنت طبعا رجل بتقوم بعمل منتج إعلامي لازم إحنا الإعداد لدينا في مسبيره الآن إعداد ضعيف إعداد غير مدرب مشكلة طبعا إعداد معي شباب زي الفن ما أنا بقوله أه يعني على فكرة الإزاعة مين كان بيعديلها زمان أه طبعا هقولك مين هقولك أسماء من نجوم الصحافة أنيس منصور كان بيعيد في الإزاعة ومفيد فاوزي ومفيد فاوزي والمحسن محمد ورقفة الخيارة ورقفة الخيارة محسن محمد كان بيعدي لصفية المهندس ومحسن محمد من أهم الناس اللي كانوا متواصلين مع كل المحتوى الغربي يعني دي أسماء يعني يعني شوف شوف عندما يعد للإزاعة توكبة إيه اللي عمل ما يمكن أن يعني نسميه هذه الفرقة يعني أنه الوقت أنا أنت عارف ده حتى موجود مثلا في الفنانين يعني زمان الفنانين تلاقيهم مع المثقفين والكتاب مجموعية الوقت لا يعني تلاقي الفنانين مثلا مستشارينهم أو تعملهمش علاقة لا بالثقافة ولا بالأدب ولا بالفن وبعض القنوات الخاصة من يديرها دكتور محمد لا علاقة له لا بالإعلام أه وأنا يوسفني هذا ولا بالحياة ولا بالحياة وبالتالي وبالتالي هناك مشكلة يعني المشكلة أنت بتسألني عن مشاكل مسبير أنا قلت لك أول حاجة الإعداد نحن يلزمنا فريق إعداد على مستوى عالي سواء في الإزاعة أو في التلفزيون ده رقم وحي أه إحنا ما عندناش مشكلة في يعني يعني في التدريب لا إحنا عندنا مشكلة ده حديث ده حديث مهم جدا لأنه حدثك بتتكلم ده أنا بيقوله كده أي من الآخر أنا بقول لك من غير تنظير كتير فأنت عندك مشكلة في الإعداد في الإعداد اللي هو المخ آه الإعداد بيتحرك وفق رؤية آه وفق رؤية محمد الباز أنت بتطلع على الهوى ولديك رؤية للحلقة لازم الرؤية ورؤية ورؤية الإعلام جزء يا دكتور محمد من المشروع القومي يعني أنا طول عمر الإعلام المصري منذ عام 34 وخاصة عام 52 كان هناك رؤية عندما كانت هناك رؤية عربية وأنت ستقرأ في هذا الكتاب حيثيات مثلا إنشاء إذاعة مهمة للغاية اسمها إذاعة صوت العرب هنا محمد فتح الديب الضابط المكلف من الرئيس عبد الناصر بصوت العرب يكتب لماذا تم إنشاء صوت العرب في هذا الكتاب تمام دي رؤية رؤية تتواكب مع المشروع مشروع الدولة مشروع الدولة كان في ذلك الوقت من ضمن مشروعاته أو جزء من المشروع صوت العرب ليه صوت العرب لأنه نحن نحتاج إلى إذاعة تنشر الفكر القومي تحرر البلاد العربية تتصل بالمؤواة في فكرة في رؤية آه بتأسس عليها وبالتالي إذاعة أو بتأسس عليها قناة في ذلك الوقت أسسنا إذاعات موجهة لفين يعني قبل أن يذهب عملت موجهة لإفريقيا آه قبل أن يذهب الرئيس عبد الناصر إلى بندون سنة 55 كان هناك إذاعة موجهة لإندونيسيا سنة 54 إذاعة موجهة لإندونيسيا إذاعة تنطق بالفارسية موجهة إلى إيران سنة 54 عشان طيب يبقى أنا فندم هنا عندي من الإعداد وعندي مشكلة فبالتالي عندي مشكلة في الرؤية آه لازم الرؤية ما أنا قلت لك الرؤية تبقى مشتقة أو تبقى مواكبة لمشروع الدولة الدولة المصرية الآن هناك أهداف لها واستراتيجيات كلنا عارفين الأول تثبيت تعائم الدولة نحن الحمد لله يعني نسير بخطة واثقة في مقاومة الإرهاب لدينا مشروعات التنمية لدينا الاهتمام ببناء الإنسان المصري سواء البناء التعليمي أو البناء الصحي أو البناء الثقافي كل دي رؤى بترجم بالإعلام طيب أنا عندي سؤال أعتقد أنا ليه حق فيه جدا آه ليك حق اسأل مات أشان اللي هو فندم طالما انت جرتني لل لا لا ده كلام مهم عاستعرف احنا بنوعد نسمع في الإعلام تحديدا ايه الوقتي مش بقى اللي بيشتغل في الإعلام انه هو مهنة مالا مهنة لا اللي بيحطوا الحلول اي حد يعود يحطوا حلول حضرتك بتتكلم عن مشاكل حقيقية اللي هي أصل الداء طيب اذا كان عندنا هذا التشخيص وهذا التوصيف للمشكلة ايه اللي بيعوق الحل شوف أنا دايما لما أزعل كده أقول ايه احنا إعلام موظف الدولة إعلام موظف الدولة فيزعلوا مني في التعبير ده أقول لهم فيه في مصر كده يعني بيروقراطية عمرها خمس تلاف سنة مش كده احيانا الإجراءات البيروقراطية تعوق ده واحيانا انه انت كرجو الإعلام لما تتحول إلى موظف تنتظر الأجر برضو ده يعوق أنت تحتاج في مسبيره إلى ضبط مالي وإداري جديد يا دكتور يعني الثورة ضبط مالي وإداري جديد يكافئ ويثيب من يعمل ويعاقب من لا يعمل دي دي وتحتاج وهذا الضبط المالي والإداري لينفزه قيادات قيادات قادرة على الرصد وعلى المتابعة وعلى اتخاذ القرار وما تخلينيش أزيد عن كده ليه؟ لأنه حنزعل إنه الناس لا يعني طالما طالما أنه لدينا تشخيص واضح ودواء واضح بالمناسبة زي اللي حضرتك قلت ولدينا عايز أقول لك الحال طب هل في هل في صحيح ما ما يردده أبناء مسبيره أن هناك مؤامر على مسبيره؟ كلمة مؤامر دي أنا ما بحببها شي يعني هم شايفين أنه لأ الدولة عايزة تصفي هذا المبنى وهذا الجهاز طب ولو عايزة تصفي وأنه هم ولذلك هم في في كل قرون الاستشعار عندهم بتطلع أول ما يبقى فيه كلام عن الإعلام وإصلاحه وهيكالته وبتالي ويصدروا هذا الكلام اللي بيصدر هذا الكلام الطبور الخامس يعني فيه ناس يهموها أنه مسبيره من قلب مسبيره يهموها أنه مسبيره يقع دول بقايا ما حدث من الإخوان والمنظمات الأخرى اللي كانت في المجتمع المصري باني الهوجة والإصارة إنما الإعلاميون الحقيقيون المنتمون لهذا الوطن لا ما عندهمش هذا الشعور بس عندهم شعور بأنه يجب أن يعملوا ويجب أن تتاح لهم الفرص الفرص بالتساوي فرص مالية وفرص برامجية يعني إحنا إحنا عايزة أقولك على حاجة وهذا الكلام أنا يعني أحاسب عليه مسبيره يا دكتور محمد لو حدث له شيء سوف يندم الدولة المصرية أولا والشعب المصري لمدة 200 سنة 200؟ 200 سنة ليه فن؟ أقولك ليه أولا مسبيره في ثروة من التراث العقلي والثقافي والديني لو إحنا أحسن نستثمرها سوف يستقل مسبيره عن وزارة المالية شوف تراس مسموع ومرئي مسبيره يملك من الإمكانات التكنولوجية ما لا يملكه أي جهاز إعلامي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعلمك أنا زرت 16 دولة عربية أنه كنت بشغل رئيس اللجنة دائما للإزاع في تحدي الزرق زرت كل هذه المؤسسات ومنهم مؤسسات في دول غنية للغاية بالقياس لمصر لا تملك ما نملكه أنا عايزك في يوم تشرفني كده وتزور استوديوهات الدور السابع أو استوديوهات الدور الرابع أو استوديوهات الدور الثاني أو غرف المراقبة الرئيسية في الإدارة والتليفزيون سوف تجد تكنولوجيا على أعلى مستوى ولكن أيها هي ولكن دي ولكن ولكن أنا بقولت لك الضبط والرصد والمتابعة يعني ده الضبط الإداري ده الضبط المالي أنت مع عودة وزير الإعلام؟ أنا مع عودة وزير الإعلام أنا لست ضد وزير الإعلام لأنه في الدستور لا يوجد نص على أنا مع عودة وزير الإعلام وأنا مع عودة كمان أنه وزير الإعلام يجب أن يكون له دور في تنظيم الإعلام الحديث اللي احنا بتكلم عنه كل الدول هو إعلام واجه الحقيقي بالضبط بالضبط وتنظيم أيضا بعض برامج البرامج الإعلام التقليدي يعني هناك برضه ما نقدرش إحنا نقول أنه برامج الإعلام التقليدي كلها بريئة دكتور محمد طب يعني الوضع بتاع الهيئات التلاتة وأنت أحد أعضاء يعني الهيئة الوطنية للإعلام من أول ما تعملت الهيئات أنت حضرتك شايف وليكن يعني ده ختام للصدمات اللي أنت أختارنا عرضها يعني الهيئات دي سهمت في تسيير الأمور ولا في تعقدها يعني في بعض المشكلات حلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مشكلات تعديدة طبعا حلت في مسألة مثلا إقاف بعض الفوضى اللي كانت بتصدر من برامج اللي تكشوهم المجلس الأعلى للم لعب دور الحقيقة وأنت رجل صحفي الهيئة الوطنية للصحافة عندها مشكلات عديدة عندها مشكلات وخاصة التمويل تعرف عنه وأنت رجل تعلم بالنسبة جزء عندي مشكلة كبيرة ولكن نحن الصحافة الخاصة طبعا المجلس الأعلى الإعلام لكن صحفة الحكومية القومية رغم أنه الحقيقة السيد كرام جبر يعني أنا أطلعني مرة على اللي هو عمله كاملا حولوا لكن الأزمة أكبر مشكلة أكبر إحنا بالنسبة لها الوطنية لم أنا أستطيع أن أطمئنك وعلى مسؤوليتي نحن نملك موارد بعض الناس يقول لك أصلي مسبيرو مدان مسبيرو مش مدان مديون آه مسبيرو ليس مدينا لأحد كل المشروعات الإعلامية الضخمة في مصر بنيت من إرادات مسبيرو ومن أموال مسبيرو مسبيرو ليس مدانا ومسبيرو يملك من الموارد والإمكانات ما يسد الدول وبعدين مسبيرو أولا وأخيرا كان يخدم مين وكانه عبر عن مين شوه كان لسان وعقل ووجدان الدولة المصرية صحيح منذ إنشاءه وبالتالي مسبيرو والهاية الوطنية الإعلام ليست مدينة الهاية الوطنية لم بتحاول طبعا بتحاول بشتى الطرق إحنا يعني صممنا أكتر من مشروع للتطوير والاستثمار مع وزارة التخطيق يعني انتهينا من لائحة لائحة شؤون عاملين ولائحة مالية بالنسبة للزملاء في المبنى الناحية البرامجية نحن بصدد تطوير القناة الفضائية وبصدد التطوير عشان بطولة الأمم الأفريقية القادمة نحن نعمل على تطوير بعض القنوات عشان تبص هذه القنوات تخلصنا مثلا من مشكلة الإزاعات الموجهة ان احنا حطناها على النت عشان تتشاف لان طبعا أفريقيا لابد أن تستمع إلى صوت مصر مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي فالهيئات بتعمل ولكن عايز أقولك انه هناك بطء في الأداء قليلا بطء في الأداء قليلا ليه لأنه تعرضت الهيئات للحية لمطب المطب انه فوجئت الهيئات أولا اللائحة تأخرت لائحة تنفيذية تأخرت إداريا ثم فوجئت بقانون جديد ثم دخلنا على موضوع التعدلات التعدلات الدستوري وبعدين اتقال بس المادة زي ما هي المادة اللجنة التشريعية جماعة هتناقش صياغة المواد المقترحة اللي رح تلاها يعني مش هيغيروا حاجة لأنه لو هيغيروا أو هيحزفوا ده محتاج يرجعوا للخطوات ملقاوه لا هو في مرحلة شئلوا المادتين 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 موجودين موجودين المجلسى الاعلية من الوطنية للصحاف الهيئة الوطنية موجودين موجودين اه فهنا ما فيش مساس هنا خلاص هنا مساس بوضعكم الحقيقة أنا يعني احنا برضو في الهيئة الوطنية الاعلام رغم ان احنا يعني طبخين السم كما يقولون انما الميديا بالنسبة لنا يعني مش زي الميديا مع المجلس الاعلى الاعلام يعني فيه كثير من المشروعات والانجازات اللي تمت في الهيئة الوطنية الاعلام الحقيقة لم يعلم عنها ولم يعلن عنها بشكل ليه ده بيه ليه بعد بابل نجر ولا ايه بابل نجر اه ممكن يعني احنا عندنا لائحة شؤون عاملين جديدة عندنا مثلا ولا ما يكراك الا ابن كارك والله ممكن انما عندنا عايز اقولك عندنا لائحة شؤون عاملين جديدة عندنا اتفاق مع وزارة التخطيط على استثمار ممتلكات مسبيره من الاراضي ومن الاموال عندنا خطة طموحة لاستثمار التراث الاذاعي والتلفزيوني عندنا مشروع لتطوير يمكن مشروع التطوير الناس ايه في خضم المنافسة الشديدة مع القنوات الخاصة مشروع تطوير القنوات التلفزيونية بيقاوم من خارج خارج مسبيره طبعا عشان المنافسة لانه انت عارف كحكة الاعلانات ومتالي لكن الهيئات الهيئات انا اعتقد انه الفرصة اتت لهم لكي يثبتوا انه تشكيلهم لم يكن تشكيلا اه يعني كان تشكيل سليم سليم اه يعني كفاءات بيضم كفاءات صحيح ولازم ياخدوا فرصة لازم ياخدوا فرصة واحنا منتظرين واحنا منتظرين ان شاء الله ما تقومون به واحنا نبقى معاكم على الخط الحاجات اللي بتتعمل في الهيئة نقول احنا اولاد اولاد كار لا شوف شوف انا عايز اقول انا عايز اقول كلمة اخيرة فضل الاعلام المصري هو ضرورة ومشروع ويعني هو المكمل لكل ما يحدث على ارض مصر يعني وعندما يعتب السيد الرئيس على الاعلام لديه كل الحق انا عايز اقول لك لديه كل حق لانه يجب انه الاعلاميون يبقوا اصحاب مبادئة يجب ان يكون فيه مشروع اعلامي انا ما بقولش ان احنا نكمم الافواه لا ولكن هناك خطة يا بي كل القنوات التي تعمل ضد مصر البي بي سي القناية اللي في قطر كل هذه القنوات لديها خطة ولديها استراثانية وهذا لا يتنافع مع حريتك كما يجب ان يكون للدولة المصرية خطة في الاعلام الحديث العالم الالكتروني اللي انا وانت بنشعر بنشعر عليه وخطرته وهذا ليس عيبا وهذا ليس عيبا طول عمره الاعلام شوف فيه قناة انا بتفرج عليها ويعني انا مش عايز اقول اسمها قناة بتبث من دولة في شرق اوروبا دولة قوية دولة كانت من القوى العظمى اظن الناس فيهم هذه القناة هذه القناة قناة بتعمل وفق خطة واستراتيجية اللي لا تستطيع انت كمشاهد ان تغير المؤشر ليه لانه لديهم خط بترسهم افكارهم سياستهم استراتيجيتهم حتى في نقد الآخر عندهم خطة عندهم عندهم منهج كمان عندهم منهج وعندهم مشروع يجب ان يكون هناك يا استاذ محمد مشروع سواء لإعلامنا الخاص او لإعلام او لإعلام العام ونجلس مع بعض ونتناقش فيه وبعدين ايه نوزع الأدوار تمام هسألك سؤال بالرقم متفائل بمستبع الإعلام بنسبة كم في المية بنسبة 100% ليه اشكرك وانا انتظر لأ اقولك ليه ليه بقى احنا اقولك ليه لانه على رأس خريطة خريطة خطر على رأس هذه الدولة رجل بيسعى لدولة قوية في كل مناح الحياة في كل النواح ومن ضمنها الان ولابد ان يكون اعلامها قوية بالضبط شكرك جدا الاجزاعي الكبير والاعلامي السيد عبد الرحمن الرشاد ساعدت جدا بوجودك ارجو ما كناش زعلنا حقا لا 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 ما وانت اتقبلهم بقى شكرك جدا وبشكر حضراتكم لمتابعتكم هذا الحوار بكرة ان شاء الله معنا الموسيقار الكبير هاني شنود في حديث ايضا مختلف عن الموسيقى وعن الغناء وعن روح مصر الطيبة والقوي التقي بكم غدا ان شاء الله وتسبحونا على وطا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر